من الوهلة الأولى تظن أن العهد السوفيتي المنصرم قد عاد من جديد شعور يغمرك حين تصل إلى بارنسبورغ بلدة صغيرة تتبع أرخبيل شبيتسبرغن النرويجي لكن ملامحها المعمارية والمعيشية سوفيتية خالصة الشوارع تكاد تخلو من المارة فالسكان وجميعهم من الروس والأوكرانيين لا يتجاوز عددهم ستمائة شخص الكل يعمل في منجم للفحم تملكه روسيا وفق اتفاقية دولية وقعت بداية القرن الماضي المنجم الذي أسست البلدة لأجله هو بطاقة التعريف الأساسية بها في منجم بارنسبورغ لا شيء يختلف عن المناجم في روسيا بدءا من تقنية استخراج الفحم وانتهاءا برواتب العمال التي لا تزيد عن رواتب نظرائهم في مناجم الوطن مدة التعاقد عامان ينشد العامل خلالهم الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكن البعض يضطر توفيرا للنفقات إلى إرسال أسرته للوطن في المقابل ثمت من بنى حياته على أن تصبح بارنسبورغ موطنا دائما النموذج السوفيتي حاضر في كل شيء لكن المثال الأبرز في المحال التجارية حيث يتم الشراء فيها بواسطة بطاقة خاصة تشبه الكوبونات السوفيتية الشهيرة ملمح غاب عن موطنه الأصلي لكنه بقي في أرض أوروبية أصحابها النرويجيون يكسرون رتابة الحياة فيها حين يقصدونها في العطلات للاستمتاع بموقعها الفريد على ساحل بحر بارنس أرض نرويجية وطابع روسي سوفيتي ذلك أهم ملامح بارنسبورغ التي لما تزل تمثل لموسكو مصلحة اقتصادية وسياسية منذ سبعين عاما عمر عبد الحميد الجزيرة بارنسبورغ النرويج